اسم مصري توجه بميدالية ذهبية لمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد الاسم لم يتردد كثيراً داخل الأوساط المصرية ولكنه كان مصار إعجاب لدى المتخصصين وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أمجد عبدالحليم خزبك المدرب المصري مدرب سلاح الشيش لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية والمتوج بالذهابية لمرة الثانية على التوالي في سلاح الشيش مع اللاعبة لكفر ضيفنا النهاردة على موقع في الجول تحب أقدم أمجد عبد الحليم خاسبك؟ مدارب سلاح الشيش؟ ولا المهندس أمجد عبد الحليم خاسبك؟ أيهما أفضل بالنسبة ليك؟ لا هما الاثنين الحقيقة يعني أنا أعتز أن أنا كنت مهندس طبعاً والحمد لله كنت مهندس كويس قبل ما أجي أمريكا كنت بشتغل بالهندسة وبتدريب لكن في أمريكا طبعاً كان الوقت الأساسي بالتدريب وما كانش فيه فرصة خالص أن أشتغل في الهندسة فدلوقتي أمجد عبد الحليم كمدرب حركة خريق قليلة الهندسة 1986 مظبوط؟ تمام جامعة القاهرة جامعة القاهرة وكنت مدرب لمنتخب مصر لسلاح الشيش تمام مظبوط طيب خطوة السفر لأمريكا جات سنة 2003 كل المعلومات دي مظبوطة؟ مظبوطة تمام سنة 2003 مايو 2003 احنا عندنا كده معلومات بس مش عارفين إيه اللي حصل في الكواليس خلال الخمساشر أو العشرين سنة دو ممكن تحكينا باختصار كده كواليس العشرين سنة اللي في مصر قبل ما تنتقل لخطوة أمريكا بدأت التدريب سنة 73 كان عمري عشر سنين وبدأت التدريب الحمد لله كنت لعب كويس ودخلت الفرير القومي سنة 80 وكنت عضو الفرير القومي لغاية سنة 88 أنا اتخرجت من الكولية الهندسة سنة 86 فبدأت أشتغل بالتدريب مع العاب وهي أضرب في نفس الوقت خدت دراسات كتيرة سواء كان فيه مدربين من فرنسا بيجوا عندنا في مصر بدون دورات تدريبية تابع الاتحاد الدولي وتابع الاتحاد الفرنساوي فكنت بحضر كل الدورات التدريبية والاتحاد المصري للسلاح بعتني دورات تدريبية في فرنسا وفي ألمانيا وفي المجر بعد ما خدت الدورات التدريبية دي والحمد لله يعني عزبت نفسي كمدرب في نادي أنا كنت بدأت في نادي السلاح المصري الاتحاد استعان بي من أول 1960 بدأت بقى 1900 مرة والحمد لله عملت نادي كويسة جدا خدت ميداليات عالمية وكاس عالم مع لعيبة وكان عندي ملعبة مميزين جدا على مستوى العالم وبعد كده مرة واحدة لقيت نفسي أن أنا لم اتشلت وجاب ميدالي مدرب تاني أجنبي أنا فضلت أدرب في الأندية وفضلت أحاول وأجيب لعبة عمل لعبة كويسة جدا جدا ويحققوا نتاج دولية من خلال الأندية أن أنا كنت بدأت في نادي جزيرة وبدأت في نادي الشمس مع نادي السلاح المصري كنت فيه زمان جدت الأول فيه بعد كده بعد انتقلت للشمس ويه نادي الجزيرة لعيبة مميزين جدا وحققوا نتاج كويسة جدا فاستعاني الاتحاد بيا تاني بعد انتعرف أن كل أربع سنين بيضاير اتحاد فبعد الاتحاد اللي استغنى عني دوت جيه اتحاد تاني استعاني بيا تاني وبعد الاتحاد دوت ما حصل له مشاكل واستقالات جيه اتحاد معين بوزارة الشهب ورياضة فاستغنى عني سنة ألفين واثنين استغنى عني مرتين الحقيقة فأخيرهم كان ألفين ديسمبر ألفين واثنين فقررت أني لازم أسافر فجات لفرصة سافر ألفين وثلاثة وسافرت الحمد لله معلش بس النقطة دي محتاجة توضيح حراك بتقول لي أنك تم تعيينك كمدرب للمتخب وتشلت وبعد كي جيت تحت تاني رجعك لا هنا محتاج أعرف كواليس أكتر ليه تم الاستعانة بيك وبعد كده ليه تم رحيلك يعني الكواليس دي محتاجين نفهمها أكتر والله الإدارة دايما فيه زي ما هو الاتحاد جديد تقريبا بيعايز يهدم الحاجات اللي عملها الاتحاد البعدي فجي الاتحاد فعلا الاتحاد اللي أنا كنت شغال فيه وسفرني دورات كتيرة يعني أنا المدرب المصري الوحيد اللي سفرت دورات تدريبية خارجية في فرنسا وبعدها علمانيا على طول وبعدها المجر على طول سنين مع بعض فأثبت نفسي فطبعا أنا كنت يعتبروني من من رجال الاتحاد اللي بعده متغير من رجال الاتحاد الأديم فالاتحاد الجديد ده عايز يعني يشيل كل الناس اللي طبعا الاتحاد الأديم ده اللي حصل ده بعده أولمبياد سيدني مثلا الفين لا لا ده كان سنة أربعة وتسين أربعة وتسين أربعة وتسين نتغير الاتحاد فراح أشعني الحين أنا طبعا أنا بحيب يلاقي السلاح وميز فيها فروحت أشتغل في عندية تانية وأثبت نفسي بعد الاتحاد اللي شلني ده أولا جاء التحاد تاني عيني بعد ما تعينت الاتحاد ده كان عنده مشاكل داخلية ووزارة الشباب عملت الاتحاد ده إنه هو زي ما تقول استقالة للاتحاد ده فجي الاتحاد بعد كده الاتحاد البعد كده تم حل الاتحاد وتعين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لا تعين الاتحاد تعين الاتحاد تعين الاتحاد تعين الاتحاد تعين الاتحاد فالاتحاد دهوت المعين برضك كان يعني ما وفقش ببردك الجيل القديم اللي هو الاتحاد اللي قبله العيني ما كانش على هواه فشلني فشلني مرتين شلني مرتين في خلال يمكن ستة شهور يعني شلني مرة رجعني وبعد كده مرة واحدة لقيته شني برضك عين واحد تاني بدون يعني بدون ذكر الأسماء واحد ما عندوش نتائج بحقيقة دولية أنا كان عندي نتائج دولية كتيرة فحسيت بأحباط جدا وقررت أن أنا عمشي كان إيه أبرز النتائج اللي حريك حققتها مع اتحاد السلاح أنا عندي لاعب طلع برونز في بطولة العالم تحت 17 سنة أنا مع الفريق المصري الكبير طلعنا ثالث كاس عالم سينيور ودي نتيجة يعني ما حصلتش قبل كده وما حصلتش بعد كده يعني إن احنا اتخذنا ثالث كاس عالم وده كان في مصر وعندي نتائج أفريقية ونتائج عربية كتيرة عندي ثالث واحد كان ثالث كاس عالم تحت 20 سنة فالحمد لله يعني كان كل لاعبتي مميزين ويطلعوا ويعملوا نتائج سواء أفريقية عربية أو عالميا الحمد لله كده سافرنا أمريكا سنة 2003 حطوة جديدة وبداية حياة جديدة وحريك روحت هناك كمدرب للسلاح ماناش علاقة بالهندسة بالظهر 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 حريك اللي بتقولي الهندسة هنا مختلفة عن الهندسة هناك أو الرخصة الممكن بحريك تحصل عليها هناك ما تقدرش ندر تحصل عليها من خلال الشهادة الجمعية بتاعتك في مصر تمام تمام أنا طبعا خريك جامعة قاهرة فطبعا المواد البناء في أمريكا مختلفة شوية نحن في مصر بنشتغل بالخرصانات وجزء حديد هنا بيخلط هنا معظم الحاجات بالخشب الحديد مع الخرصانة فمواد البناء مختلفة فيه الكود الكود اللي هو المواصفات المصرية فيه مواصفات مصرية مختلفة تماما عن المواصفات الأمريكية سواء في مثلا الويند الرياح التربة كل الحاجات التفاصيل دي مختلفة عن مصر فكان لازم كنت أدخل الجامعة تاني وأنا كان سنة 40 سنة فكان صعب إن أنا أدخل الجامعة تاني وأشتغل بالهندسة والسلاح في أمريكا يعني ما ينفعش إن أنا أخد معاه حاجة تانية يعني أنا بروح النادي مثلا من 2-3 لغاية الساعة 9-10 صعب إن أنا أشتغل شغلانة تانية أو كنت أدرس في نفس الوقت مشاهدنا المصري هيسأل الحرايك إن أنت بتقول شغلانة مدرب السلاح هناك يعني الشغلانة دي بتعيشك كويس تعيشني كويس من أحسن أحسن من هندسة كتير يعني دخل المهندس مش زي المدرب دخل المهندس مش زي المدرب يعني المدرب أفضل أيوة في مصر شوية أنت ما كنتش قادر تعمل ده أنت كنت شغال مهندس ومدرب في نفس الوقت لأن في مصر المدرب برضك مش كواحد وخصوصا في زي السلاح يعني ما فيش تأدير جامد لي يعني العلعاب الفردية زي ما تعرف اللي في مصر مظلومة شوية سواء مدين أو أن الواحد يقول أنا مدرب سلاح مش قوي يعني بس أنا في أمريكا الحمد لله الكل يحترمني جدا أنا صاحب النادي بتاعي تأدير مميز جدا من الناس جميعا سواء لعيبة حكام أولياء أمور الحمد لله يعني فيه فرق شوية فيه فرق الكل بيشوف دايما اللقطة الأخيرة كابتن أمجب بيطوق بالذهبية للمرة تانية في الأولمبياد بس من حد الشاف المسيرة بقى لعشرين سنة من 2003 ل2024 أول ما رحت أمريكا 2003 بدأت إزاي وجدت خطوة إنشاء نادي للسلاح هناك في أولاد كينتاكي إزاي أنا رحت لأول تيكساس في نادي هناك عادت سنة أخذت الخبرة فيها فقررت أن أنا أفتح نادي لنفسي كان فيه فرصة إن كينتاكي مفيش فيها مداربين سلاحة وفيها أسرة ليكيفر ليكيفر سنها تسع سنين واختها عشر سنين وأخ ست سنين والدهم كان بيضربهم في البيت فقابلني في بطولة وقال إيه لو عايز تحب إن انتا تيجي أبت مرة أول سأقولت وكي لأ لأ أنا أفتح النادي في كينتاكي فبدأت تقريبا بما بين تقريبا حاجة بتاعة سبع لعيبة في كينتاكي وكملت معهم طبعا ما كانش سهل إن أنا أبتدي ما كانش سهل إن أنا أعمل ناس لغاية دلوقتي عندي حاجة بتاعة ميت لعيب في النادي بتاعي بدأت بسبعة ودلوقتي أكتر من ميت لعيب الحمد لله الميت لعب يحملون الجنسية الأمريكية ولا فيه جنسيات أخرى جي فيه جنسيات تانية مشتركة يعني نحن تقول الأمريكا بتسمح إنها تتاخد أكتر من جنسيات فهم أمريكان بس بيلعبوا بجنسيات يعني أنا ابني كان أمريكي بس بيلعب بإسم مصر عندي ناس أمريكان بيلعبوا بإسم البرازيل إنهم والدتهم برازيلية عندي واحد فلبين مامته وأبابا فلبينيين بس هو أمريكي مولود في أمريكا بس بيلعب بإسم الفلبين عندي ورحة واحدة من سنغافورة دي جات مخصوص في جامعة في أمريكا جامعة نصر ديم وجات عندي تتمارن فعندي جنسيات مختلفة بمضربها هنا هل فيه مصريين؟ لا للأسف ما فيش مصريين للأسف هل فيه أي لعاب أو لعابة من الموجودين عند حراك في النادي شارك في الأولمبياد من الجنسيات الأخرى؟ بس أنا ابني كان بيلعب بإسم مصر يعني إحنا لو قلنا مصريين يعني عندي في النادي مصريين إنه هو كان ابني بيلعب بإسم مصر عندي جنسيات عندي آه فيه من سنغافورة دي مش أمريكية دي مش أمريكية دي من سنغافورة وأنا بعمل كوتشنج لها فيه وقع حصلت في الأولمبياد باريس إن المدرب المتخب المصري هو فرنسي وهو مدرب الشخصي للعابين الفرنسيين وحصلت مواجهة ما بين مصر وفرنسا قدت إلى إن الاتحاد اتحاد سلاح يصدر بيان يوضح إن ده إجراء متبع فحريك وضح لنا هل فعلا ده الإجراء متبع وخاصة إن أنت عندك لعبة من سنغافورة وشاركة في الأولمبياد هل وجهت لي جيفر؟ دي النقطة الأولى ولو اتعرضت لموقف ده اتصرفت فيه إزاي وهل ده إجراء متبع طبيعي فيه سلاح؟ هو طبعا زي ما قلت لك إن عندي ناس وفيه ناس فيه عنديها كتير قوي في أمريكا فيه جنسيات تانية بتلعب أنا كان لعبة سنغافورة قابلت لي كيفر في أولمبياد توكيو وكان أول ماتش أنا كنت مدرب لي وفيه مدرب سنغافورة أنا مدرب شخصي للعبة اسمها أميتا لعبة سنغافورة بس في ساعة الماتش دوت كان لها مدرب الفريق القومي السنغافوري كان معها هو طبعا كان موقف حساس شوية بس أنا كنت فير جدا لا قلت لي تعمل إيه معاها ولا قلت الأميتا تعمل إيه معا لي أنا كنت فير كان اتنين عندي من نادي بيلعبوا وليه كانت حسب بالموضوع دوت إحنا المباراة عندها ثلاث دقايق وفي دقيقة ما بين كل ثلاث فترات كل فترة ثلاث دقايق بينهم دقيقة راحة إن أنا المفروض أن أنا أروح للعيب دايق وأقول له يعمل إيه وأقول له نصايح وإرشادات لي قالت لي بعد المعاية قالت لي أنا هساعدك في الموضوع مش هحطرك مش هحطك في الموقف دوت أنا هحاول أخلص الماتش في أول ثلاث دقايق بحيث أن أنت ما ما توقفش في الموقف دوت وفعلا خلصت الماتش في أول ثلاث دقايق وكان فرق كبير لي يعني أعلى منها شوية آآ خمستاشر ثلاثة أنا أنا بحب إن كل واحد يوصل له هدفه أميتا كانت أميتا بنتنس غافورة كان هدفها ناتيا كواليفاي إنها تلعب أوليمبيكس وهي عملت الموضوع دوت لي كان الهدف بتاعها إنها تاخد أوليمبيكس فالحمد لله كل واحد وصل له هدفه وأنا وصلت أميتا إنها توقف كواليفاي وأنا كنت معاه في كل البطولات لغاية إنها تبقى كواليفاي للأوليمبيكس وأنا كنت معاه لي بحيث إنها توصل تاخد المديلة الدهب بالنسبة للموقف مصر الموقف مختلف شوية يعني إن إحنا اللعيبة الفرنسويين مش بعاد عن اللعيبة المصريين يعني إحنا تقريبا في مستوى واحد بعدين كنا تقريبا معروف إن إحنا هنقابل فرنسا ده اللي أنا عرفه يعني إن إحنا كان معروف إن فيه احتمال كبير إن إحنا كن نقابل فرنسا معروف في الوقت الأرعى من قبل الأولوبيات بشهر بس مش 100% مش 100% إن فيه إن هو عشان ما تعرفش إن إحنا ما نعرفش إن هو دايماً بيعمل قرعة ما بين الأول والتاني ممكن التاني يبقى أول والأول يبقى تاني وممكن يبقى كل واحد والتالت والرابع يعمل بردك ما بينهم والرابع والخامس يعمل ما بينهم والخامس والسادس يعمل ما بينهم فكان معروف اللي احنا ممكن نقابل فرنسا في الموضوع وطبعا التهيل يعني الموقف كان صعب كان ممكن تفاديه شوية بس ممكن يحصل طبق ممكن يحصل طبق ممكن في اي مكان ممكن ممكن يتم تفاديه ازاي يعني الاجراء يعني انت عايز مدرب متخب قومي مصري مدرب متخب قومي لمصر المفروض المدرب دوت يجي عندك البلد ويدرب هو كان مخيم في فرنسا والناس بتروح له يعني هو بيدرب الناس في فرنسا الناس بتوعه قومي الفرنسي هو بيدربه في فرنسا والمصريين بيروحوا على فترات ويتمرنوا هناك فالتدريب الاساسي انا بعتبره للمدرب دوت هو تدريب الفرنسويين مش تدريب المصريين يعني انت بتروح له اوكيشنلي يعني على فترات هناك انت مش مقيم في مصر فكان الاحسن طبعا ان انت تجيب مدرب فرنساوي يقعد طول الفترة في مصر ويدرب في مصر ده كان الانسب يعني بس ده طبعا ظروف البلد ان المدرب يبغالي جدا ممكن الامكانيات الاتحاد المصري انه ما يقدرش يجيب مدرب كويس يقعدوا في مصر ده كان سؤالي اللي جاي الامكانيات اللوجستية وامكانيات اللاعبين انفسهم اه الفارق ما بين امريكا وما بين مصر حارك ضربت هنا وضربت هنا باكيد فيه فواري واضحة لحضرتك اولها المدرب يعني احنا للأسف فيه مدربين كتير مصريين مشيو من مصر يعني انت لازم تعلم ان عدد المدربين المصريين في امريكا اكتر من عدد المدربين المصريين في مصر الممارسين للعبة عددهم فانت تخيل انت في مصر عندك عدد اقل من المدربين المصريين في امريكا يعني حاجة مش لوجيك قالص يا حاجة مش لوجيك يعني احنا عندنا من اول يناير احنا في شهر 8 دلوقتي من اول يناير فيه خمس تقريبا مدربين كويسين كانوا مدربين منهم منهم مدربين في فريق قومي سابوا مصر ورحوا وهجروا امريكا موجودين معنا دلوقتي في امريكا فطبعا مستوى المدربين مش بالمستوى الكافي في امريكا مستوى تدريب عدد المدربين عدد الاندية عدد الاندية يعني عندنا ممكن يوصل لألف نادي في امريكا ممكن يوصل لألف نادي في امريكا عدد كبير جدا من الاندية لان كل واحد ممكن يفتح نادي يعني ممكن اي واحد بمصاريف صغيرة جدا ان يفتح نادي ويبقى عنده لعبة البند التاني احنا عندنا دولة رأس مالية كل واحد بيصرف على نفسه احنا كنا في مصر كل واحد بيعتمد على النادي او يعتمد على الاتحاد انه هو يجيب له ادواته بيعتمد على المدرب الواحد احنا انه هو يفرض عليه المدرب احنا عندنا في امريكا كل واحد يمكن يختار مدربه يعني انا فيه ناس بتجيلي من ولايات تانية اختاروني ان انا اكون مدرب وبيجوني ادربهم فيه flexibility في الموضوع انه هو مش عاجبه المدرب دوت يروح سافر بولاية تانية ويدرب مع مدرب تاني فيه امكانيات مادية تسمح بالموضوع دوت احنا في مصر مش هيحصل الموضوع دوت في امريكا ان احنا انا المالك النادي انا اللي بحط البودجيت انا اللي بحدد البطولات اللي انا مقتنع بيها مفيش اداري هو اللي بيخطط لي الموضوع بناء على البودجيت بناء على حاجات تانية انا المدرب مفيش ايديه في ايديه حاجة لا انا كل حاجة في ايديه المدرب اللي هو الفني اللي هو عنده خبرة كويسة في ايديه كل الامكانيات هو اللي بيخطط وهو اللي بينفذ كل حاجة مفيش حد بيغير له خطته مفيش حد بيوقف على راسه انه هو يعمل كده وما يعملش كده فدي الحرية موجودة وفليكسباليتي موجودة وامكانيات موجودة دي مش موجودة في مصر اللي عندنا لعيبة كويسين جدا اللي في مصر اللي هم مميزين موضوعهم دلوقتي في امريكا يعني احنا معظم الفريق المصري المميز كله عايش في امريكا تقريبا يعني عندنا يمكن يمكن سبع او تمانية موجودين عايشين من مدربين من لعيبة الفريق القوم المصري عايشين في امريكا ويحملوا الجنسية الامريكية موجودين عندهم فرصة كويسة عشاء تدريب فرصة كوانا ان هو يلعب بطولات كويسة على شكالة حقيقة حقاة ونتائج كويسة منهم زياد السيسي بقالوا عشر سنين تقريبا وزياد على فكرة بيدرب في نفس الوقت بيدرب في من اكبر انديت امريكا هو مدرب مدرب كويس جدا من اكبر انديت امريكا بيدرب زي بالسيسي والمصنف الاول عالميا كمان بالزبط كده بالزبط كده فمن شخصية محترمة جدا وامكانياتك ويسة جدا من احسن مدربين امريكا بيدرب ويلعب في نفس الوقت فده واحد من الناس ان جي امريكا والحمد لله اكتهد ونرقم واحد على طبعا حراك تبعت التطور الكبير للعبة السلاح وتتوجنا طبعا بالميدالية البرونزية مع محمد السيد وكذلك النتاج الاجابية لمحمد عمر وزياد السيسي ولعبي منتخب السلاح رأيي حراك ايه في اللاعبين وفي ادائهم وفي التطور اللي حصل خلال الانوبيات باريس احنا مصرك طوله عمرنا كويسين الحمد لله في السلاح وطبعا مش ممكن ننسى علاء ابو القاسم ان هو اخد فضة بسيلفر في اولمبياد لندن نتاج البرونز للمحمد السيد رابع زياد السيسي والسادس محمد عمر بس انا طبعا مدارب امريكا وهتحاجد شوية الامريكا ان كل اللاعبين دول كلهم عايشين في امريكا وبتضربوا في امريكا ومنهم كلهم منهم تقريبا معظمهم معالج جنسية الامريكية ومعظمهم مولود في امريكا فالنتائج الحمد لله يعني تعاون مشترك ما بين مصر وامريكا الحمد لله يعني زياد السيسي متوجد في امريكا ومحمد عمر متوجد في امريكا ومحمد السيد محمد السيد عرف انه تقريبا بقاله سنعه بس لكن زياد تقريبا اكتر من عشرة سنين دخل الجامعة هنا واتخرج وبيشتغل في اكبر من في اكبر اندية امريكا للسلاح بيشتغل باله كتير فبيشتغل في التدريب وبيتضرب في نفس الوقت ومعاه في نفس النادي محمد عمر معاه برضك في نفس النادي اللي شغالين فيه هل فيه لعبين مصريين اخرين من المنتخب المصري فيه كتير جدا فيه محمد حمزة مولود في امريكا وعايش في امريكا جنسية امريكية ملك حمزة نفس الاخته نفس الموضوع مولودة في امريكا سارة دي بنت لسه 14 سنة دي لسه ما حولها مصر عايش طول حياتها في امريكا ما راحتش مصر خالص ومتكلمش عربي خالص يعني هو والدها مصري تلعب باسم مصر مثلا من 4 شهور لكن كل حياتها في امريكا عبد الرحمن طلبة عايش في امريكا يمكن من اكتر من 10 سنين برضو امريكا واحمل الكنسية الامريكية محمد الاسام بقاله سنتين برضو بتقريب السنة وشوية برضو كعايش في امريكا وبيدرب في امريكا في نفس النادي برضو اللي بيدرب فيه زياد ومحمد عامر فعندنا مجموعة كبيرة جدا من الفريق المصري تقريبا معظمه نتائج دي عايش في امريكا يعني لعبة مصري تقريبا معظمهم مبريد كده في امريكا بزرق مصري للسلاح هنا بيقدم ايه؟ مصريين في امريكا احنا اخوية جدا يعني احنا كان عندنا بطولة زي الجمهورية بس انا نسمع سامر ناشنل في امريكا كان تيك تقريبا ان احنا ميت اكتر من ميت مصري سواء لعيبة مدربين اداريين اوكام احنا لنا تأثير جدا جامد جدا جدا في الاتحاد الامريكاني والاتحاد الامريكاني بيعتمد على المصريين في حاجات كتيرة في التنظيم البطولات في احسن حكام امريكا مصريين معاشين الحمد لله انا كمدرب مصري انا الحمد لله في وسط باحسن مدرب سنة 2011 و2023 احسن مدرب في امريكا يعني عندنا مجموعة مدربين المميزين في امريكا تقريبا عدد المدربين الموجودين المصريين في امريكا اكتر من عدد المدربين الممارسين المهنة في مصر ده يعني معادلة صعبة يعني المدربين المصريين في امريكا اكتر من المدربين المصريين في مصر حاجة مش لوجيك شوية بس هو ده الواقع ده الواقع هل اتعرض على حضرتك العودة لتدريب منتخب مصر للسلاح او حصل اي تواصل مع اتحاد سلاح في مصر أنا طبعاً اتعرض عليك في مناطق معينة أول حاجة ان اتعرض عليك تريباً كان من أكثر من عشر سنين أن أنا أدي دورة للمداربين وفعلاً طلب مني اللجنة العليا للمداربين ففعلاً عملت دورة للمداربين المصريين اتعرض عليك أن أنا أكون ضمن اللجنة الفنية لاتحاد المصري ومن تقريباً من ثمان سنين وفعلاً كنت موجود بس ما استمرتش كتير كان أقلم من كذا شعر بس كده يعني ما نجحتش اللجنة الفنية في مصر ويتعرض عليك أن أنا أقوم بتدريب الفريق القوم المصري بس ده صعب شوية لأنا كل حياتي في أمريكا النادي بتاعي ده نادي ملكي أنا مش ممكن أسيبه مش ممكن في ناس موجودة بتعتمد علي اعتماد أساسي في أمريكا مش ممكن أسيبها طبعاً المدين طبعاً مش ممكن مصر يتعوضني عن النادي بتاعي في أمريكا ولادي عايشين مقيمين في أمريكا مش ممكن أسيبهم ده يعني صعب أن أنا أرجع مصر وأقوم بالتمرين وده مش موقفي أنا الواحد يعني معظم يعني أي حد بيصيب مصر ويجي يشتغل في أمريكا صعب جداً أنه يرجع تاني مصر ويقوم بالتمرين هنا بالتلديب تاني إيه هي الإمكانيات اللي لو توفرت ممكن تسهل شوية الخطوة دي هل إيه؟ إيه الصعوبات الكبيرة اللي موجودة هنا في الاتحاد السلاح المصري أمريكا رأس مالية وفيها حرية أن أنت تفتح أي أي حد ممكن يفتحني يعني معظم المداربين المصريين هما ملاك النادي أنا مالك النادي ومعظم الناس ملاك النادي هما الأحرار وليهم الحرية في اللي هما في الباديجيت اللي هما بيعملوها في البطولات اللي بنتلعها يعني أنا حر أن أنا أطلع أحد البطولات اللي عايب تتلعبها دولية أو محلية أنا بحط البطولات اللي كل بطولة وأولياء الأمور هما اللي عايبة هما اللي بيتحملوا التكاليف السفر والإقامة وكل حاجة في حرية إبداع مش موجودة في مصري يعني أنا بأبدأ أنا ليه مدرسي أنا ليه مدرسي أنا درست مدارس كثيرة مدرسة فرانسوية مدرسة ألمانية مدرسة مجرية مدرسة إيطالية مدرسة روسية أعرف المدارس كلها فعملت المدرسة الخاصة بي وأبدأت فيها أن أنا أبدأ الموضوع ده صعب في مصر أن أنت تطلع موهبتك كاملة أنت عندك إداري بيحط لك البطول بيحدد لك مواعيد التدريب أنت لازم تلتزم بيها بيحدد لك ساعات بيتدخل تكنيكيا فنيا في الحاجات اللي أنت بتعملها في أمريكا مش موضوع ده والموضوع ده مش موجود أنا حر وأبدع وأنا لو ما كنتش أبدع ما كنتش وصلت اللي أنا فيه الحمد لله أن ليه مدرسة اللي بيتبعها ناس كتيرة أي حد من لعبتي بيكون على الملعب بالناس الحكام اللعيبة بيعرفوا من طريقة لعبه أن ده لعيب أمجد الحمد لله حركت ذكرتلي قبل كده كده أنه فيه مدرب اللعيبة بتاعت المركز التالت كان فيه كواليس أو فيه حوار دار ما بينكو بعد المباراة أو بعد المواجهة أنا كنت مخصوص جدا من الموضوع ده الحقيقة أنا البنت اللي خدت برونز وهي من كندا المدرب بتاعها بعات لي رسالة بعد ما خدت الرسالة طويلة جدا بعد ما خدت البرونز بيشكرني فيها وبيقول لي أنا مش ممكن أنسى دعمك ليا وتوجيهك ليا ومن أبرز الحاجات اللي أنا وجهته فيها اللي قلت له أن أنت لازم تحط بصمتك وحطه إبداعك في اللعيب بتاعك واللعيب أي حد يشوف اللعيب بتاعك يعرف أنه هو اللعيب بتاع أليكس هو اسمه أليكس اللعيب بتاعك وهو فعلا ميشي بالموضوع دوت وفعلا لعيبته مميزة وأبدع ولعيبته هتعرف أن فيهم مختلفين عن باقي لعيبت العالم وطلعت الثالثة بالسياسة دي والسياسة دي وانا كنت مصدود جدا بالرسالة بتاعته الحمد لله يعني ما فيش حد أكبار إنه هو يعمل كده هو أنا وحدة خدت أول وهي خدت ثالث هو مدرب عمل مدالية أولمبية بس هو فعلا الحمد لله إنه هو قدرني وبعت لي رسالة دي الحمد لله ونتيجة الإبداع ده تتويج بميداليتين ذهبيتين في باريس الفين أربعة وعشرين وكذلك ذهبية برضو مع لي كيفر في توكيو الفين وعشرين طيب أنا معي أفضل مدرب في أمريكا الفين واثناشر و الفين تلاتة وعشرين أكيد لازم حركة تقول لي روشيتا تضحى لي الاتحاد المصري للسلاح تحضيرا لأولمبياد لوسانجلس هنيجي عند حركة دي وفي لوسانجلس الفين تمانية وعشرين أهلا بي أهلا بحضرتك فدلوقتي إيه روشيتا اللي ممكن تحطها لاتحاد السلاح طبعا أربع سنين أربع سنين دي فترة صغيرة جدا للأسف في المصري مفيش فيها مدربين كفاية معظم المدربين جوم أمريكا ومنهم مدربين كانوا مدربين الفريق القومي فالأسف مفيش وقت أن انت تجهز مدربين بحيث أن هما يدربوا الجيل اللي حيلعب أولمبياد لوسانجلس أنا شايف الحل الوحيد أنه هو تستعين المصري تستعين بمدربين أجانب أنهما مدربين طبعا أكفاء وليهم أسف وطبعا ده حيكلف لأسف أنه هو حيكلف كتير بس يستحسن طبعا أن تجي المدربين دي يجوا من أوروبا لأن أمريكا غالية جدا دخلهم عالي مش صعب جدا أنه حد في أمريكا يدرب في مصر المدرب اللي يجي المفروض أن الأجنابي دوات يقوم بتدريب مدربين مصريين اللي هي معظم دائما أنا كنت أنا مثلا بعد ما دازلت قبل ما أتعزل اللعبة كمان كنت بأخذ دورات تدريبية أنه هو يشوف مين المدربين اللي عندهم استعداد أنه هم يشتغلوا بالتدريب بحيث أنه هو يدربهم ويجهزهم لبعد لوس أنجلوس إن شاء الله للأجيال اللي بعد كده لكن تخديرا لوس أنجلوس أنت بتعتمد على مدربين أجانب يجو مصر بتعتمد على مدربين على لعيب مصريين زي اللي عايشين في أمريكا أن أنت تدعمهم أنت مش هترميهم أنت اللعيب اللي عايش في أمريكا دوت مش هيجي ينزل مصر حينيش لا أنت تدعمه وتشجعه ماديا وتشجعه أدبيا أنه هو يستمر تدريبه في أمريكا أو في أي مكان يعني على أبو الأسم في إيطاليا دلوقتي تدعمه بحيث أنه هو يستمر في تدريبه وحيث أنه هو يعمل نتيجة إن شاء الله في أولمبيات لوس أنجلوس شوفنا محمد عامر وزياد سيسي الاتنين تقريبا استطاعوا اكتساح منافسيهم في الألعاب في الجماعة هي مش في الفردي ولكن في الفردي مع نفس المنافسين ما قدروشوا أن هم ياخدوا ميداليات بالرغم أن هم كانوا قربين جدا من التدويق بميداليات هل هنا في عامل نفسي ممكن يكون مؤثر على اللعبين في المباريات الفردي ولا حراك بترجع الأمر ده لإيه والله إيه هو دي رياضة والعامل النفسي مهم جيد ضغط عصبي هو ده تحت ضغط عصبي خصوصا في الأولمبياد كل أربع سنين يعني أنت تحت ضغط عصبي أن البطولة دي ممكن ما تلعبهاش تاني أربع سنين ممكن تكون بطلت السلاح ممكن تكون جالك إصابة ممكن شغلك ما يخلكش تكمل فإنت تحت ضغط عصبي جامد وخصان زياد رقم واحدة العالم أنت أشايل حمل كتير حمل كبير قوي أن أنت عايز تفرح بلد بأكمال عايز تجيب مديليا تفرح فيها بلد حمل دوت مش سهل خالص ممكن واحد زي أمريكا زي لي فيها مديليات كتير الضغط العصبي دوت مش على لي زي ما على زيادة السيسي زيادة لي في أكثر من ألف مديليا في تاريخ أمريكا نمو مصر تمنى زيادة الهبية عبر التاريخ فقط بالضبط يعني لو ما جابتش هي ده في غيرها الدهب حيتجافع ما فيش ضغط عصبي حمل جامد زي الحمل اللي على زياد وزياد لعيب مجتهد جدا ومكافح جدا عايز يفرح الناس في مصر طبعا الاتحاد وزارة الشباب قالولوا أنه هو لازم مش لازم طبعا يعني أنه هو عليه أنه يعمل المجهود وبحيث أنه يفرح مئة مليون فده كان ضغط مش سهل وزيادة كمان عايز يدي هدية لوالده الله يرحمه يعني يا والده كان دعم أساسي لي وتوفى الله زياد كان بيحبه جدا وعايز يجيب المدينة دي إهداء ففيه ظروف جامدة جدا كتعالى زياد وعامر الظروف دي ما كانتش موجودة في الفرق يعني الفرق أوكي يعني يلا نلعب احنا خسرنا مش حي لما نخسر تاني مش مش مشكلة فالضغط العصبي والنفسي مش زي اللي كان موجود عليهم في الفردي دي نقطة مهمة جدا ان اللعيب اللي احنا احنا الشيش لعبة منتلي فيسكال سبورت زهنية عضلية في لعبات في لعبات عضلية زهنية في لعبات زهنية بس زي لعبة زهنية رياضة زهنية فقط في الزهن اللي عبتنا فزهنيا لازم تكون جاهز قوي ممكن يكون تصحى الصبح وانت متداعي ما تلعبش كويس ممكن ما تكون منمتش كويس ما تلعبش كويس لازم تكون كويس وجاهز ولو حصل لك حاجة في البداية يعني مثلا ليه كيفر في اول مصر في الباريس كان صعب كان اول مصر هي نمر واحد ولعبت مع واحدة تصنيفها مش كويس كان مصر ممكن تخسر ممكن كانت تخسر من دور الثنين وثلاثين في اول مصر بس الحمد لله عدت الصعوبة دي ادرت في الوقت تدوت بدعم مني و و اا و اا اكسبرينس الخبرة بتاعتها بحيث انها زياد كان العجس يعني اول كوي كويس بعدين الضغط الميدالية انا خلاص اا اضل لي خطوة واجيب ميدالية ده كان ضغط مش سهل عليك انا لو هو فعلا فعلا يستحق ميدالية مش اي ميدالية فعلا زياد يستحق الدهب امجد عبدالحليم خزبك في مسيرتك اكتر من مية ميدالية الرقم ده مزبوط لا دي 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 مش ابداتت يعني دي دي في ال بنوع الريزمي اكتر يعني اعدد رقم عدد كتير من المية وخمسين او متين ميدالية في كاسات العالم الحمد لله الحمد لله بس اعظامهم طبعا الولمبيات الحمد لله ماشا الله طيب طب دولة اعظامهم الولمبيات طب احكينا كده كواليس اهم ميدالية ليك في الميداليات اللي خلال مسيرتك دي كلها والله الميدالية دي يعني دي من تعب سنين دي جات من خبرة من ساعة ما بدأت سلاح سنة 73 الميدالية دي جات نتيجة من خبرة اللعيب من 73 وانا لعيب وانا كنت بلعب وبسافر الميدالية حبت وصوت الميدالية الدهب دي كلها بتاعة توكيو بتاعة توكيو بتاعة توكيو وبتاعة باريس كل دا حصاب الخبرات دي الخبرات دي جمعتها وديت خبرتي كلها دي لليب بحيث انها ومجهودي وانا ضحيت كتير يعني انا فعلا من الناس اللي ضحيت كتير انا ذوكي توافد بالكينسر وهي في اخر ايامة هو في المستشفى كانت بتقول لي روح لا روح التمرين وكنت بروح التمرين ادرب اسبه في المستشفى وروح دمرين وارجع المستشفى تاني فكان دعم منها جامد جدا ولو لاها ما كانش حصل الموضوع دوت الله يرحمها يعني انا ضحيت كتير مراتي ضحيت كتير اصريتي ضحيت كتير بحيث ان ان احنا فعلا كان حصدها النتيجة توكيو ونتيجة باريس الحمد لله بتلت مديليات دهب الحمد لله ما شاء الله معاك في نديك اكتر من مئة لعب ولاعبة هل في لعبين واعدين قادمين زي لي كبر لا عندنا الحمد لله عندنا جيريشن جيل جيساعة جميل جدا وان شاء الله نجيب اكتر من مديليا دهب في الولمبيات ان شاء الله ربنا ديها طوط العمر ان شاء الله دينا الصحة ان شاء الله العارف الحركة مدرب لسلاح الشيش وفيه انواع اخرى للسلاح زي السابر وغيره هل المدرب اللي بيتخصص فيه نوع معين من السلاح يستطيع النوع يدرب الانواع الاخرى ولا بيكون فيه تخصص فيه نوع واحد فقط لا المدرب الكويس يدرب سلاح واحد الصعب ان انت تبقى مدرب كويس في جميع الاسلحة الشخصيات مختلفة شخصية اللعيب الفلوري غير شخصية اللعيب اللي بي غير شخصية اللعيب السابر الاجسام مختلفة المنت اللي مختلف طرية اللعبة مختلفة الصعب ان هي مدربة يبقى كويس في كله انا دائما بشبهها بالهندبول والباسكتبول الاتنين بيتلاعبوا بالايد الكرة مختلفة شكلها مختلف نفس الموضوع السلاح مختلف الجسم مختلف لعيب الهندبول غير جسم اللعيب الباسكتبول طرية الاستراتيجي في اللعبة مختلفة فصعب المدرب الكويس ان هو يدرب اكتر من سلاح هو سلاح واحد انا فدي الدراسات في كل الاسلحة انا عارف ادرب صبر اعرف ادرب بي بس ما عارفش ادرب اطلع لعيب اولمبي صبر انا تخصوتي اللي هو الفلوري المدرب الكويس بيشغال في سلاح واحد بس طيب انا مينفعش يكون معايا كابتن امجد المتوقف بثلاث ميداليات ذهبية واكتر من ميدين ميدين وخمسين ميدالية عبر مسيرته كلها وهو افضل مدرب في امريكا 2012 و2023 وما يقولش لولي الامر اللي بيشوفنا النهاردة دي لو لقيت المميزات دي في ابنك فهو ده معناه انه هو يكون ممكن يكون لعب سلاح واعد وجايد فايه هي المميزات اللي ممكن يشوفها وليه الامر في ابنه فيقول لنا ده ممكن يكون لعب سلاح مستقبلي انا رأيي كمدرب ان دي مهمة المدرب اساسا انه هو ينامي مهارات ان لعب سلاح لازم يكون سريع فيه سرعة اتراد الفعل لازم طالما الطفل دوت مفوش عيوب لا لا خين اوي ولا طويل اوي ولا قصير اوي اللي هو 99% من الاطفال انه هو ممكن يبلعه بسلاح اي وليه امر لا ودي ابنك يعلم سلاح دي مهمة المدرب انه هو هيشوفه هيشوف انه ينامي مهاراته يشوفه كان ممكن يرفع بولوري بي صبر يوجهه للسلاح المعين ويا رب فيه نشئين كتير انه احنا عايزين قاعدة كبيرة من اللعيبة علشان نطلع على اللعيبة كويسين فولي الامر احنا كويسين جدا في السلاح مواصر عايز ابنك يبقى لعيب اولمبي ده طريق كويس ان انت تخشه بحيث ان ابنك يبقى مميز على مين ويبقى لعيب اولمبي اخيرا امجد عبد الحليم خزبك لو رجع بك الزمن كنت هتختار نفس القرار بالسفر لامريكا سنة 2003 ما فيش حد عايز يسيب بلده انا لو كنت استمرت كمدارف فريق قومي المصري ما كنتش هسيب البلد الظروف سمحت ان انا اسيب البلد الحمد لله ده ربنا كرامني يعني انا ربنا كرامني بالمجهود اللي انا عملته ممكن لما كنت في مصر كنت حقق النتائج دي او لا بس ده توفيق ربنا وربنا كتب لي ان انا اكون في امريكا واحقق النتائج دي في امريكا اه وانا الحمد لله مبسوط في امريكا بس فعلا لو كنت استمرت كمدارف فريق قومي في مصر ما كنتش هسيب مصر واحنا كمان سعاداء جدا بتوجد حضرتك معانا في موقع في الجول شرفتنا ونورتنا كابتن امجد عبدالحليم خزبك ام متوج بميدياليتين ذهبيتين في اولمبيا باريس مع اللعبها لي كيفر وكذلك طبعا كان متوج بميديالية دهبية في توقيو 2020 ومسيرة طويلة من التدريب سواء في مصر او بعد كده الانتقال للولايات المتحدة الامريكية شرفتنا ونورتنا في موقع في الجول ومزيد ان شاء الله من التقدم خلال السنوات القادمة ان ده الشرف لي انا متشاكل جدا اللي بسي طعف بي متشاكل جدا جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا مشاهدي موقع في الجول في كل مكان كان معانا نهاردة امجد عبدالحليم خزبك المدرب المصري الامريكي المتوج به ثلاث ميداليات ذهبية ميدالية في اوليبيات توكوي وميداليتين في اوليبيات باريس مع اللاعبة لي كيفر مسيرة مشرفة ومصري يرفع رأية العالم المصري في الولايات المتحدة الامريكية حتى لو مع لاعبين غير مصريين ان شاء الله قادم يكون افضل لمتخب السلاح ولبعثاتنا المصرية المتواجدة دائما في الانوبيات وكافة البطولات وكمان كل التوفيق لكل الوفود المصرية موجودة في الخارج وعلى رأسهم امجد عبدالحليم خزبك افضل مدرب مصري فيه او افضل مدرب لقى السلاح في امريكا الفين واثنشر والفين تلاتة وعشرين شكرا جزيلا مشاهدينا في وقع في الجول في كل مكان